أولاً بش نعطيكم صورة واضحة عن تطور نفقات المقصة الانطلاقة غدي تكون هي من الفرضيات اللي اعتمدنا في قانون المالية غاز البوتان اعتبنا الفرضيين تعربة 150 دولار للتون نتوقع اليوم أن نفس سنة 2022 غنكونوا بين 800 و 850 دولار للتون السعر نتعليه تعغز البوتان هو 870 دولار للتون السكر الخام المستورد الانطلاقة كانت من 380 دولار للتون اليوم نحن في 460 دولار للتون القمح المستورد التمنى المرجعي اللي كان هو 250 درهم القنتار اليوم سنة 2022 كانت توقعون كونوف 380 درهم القنتار نتيجة لتطور هذه الفرضيات الدعمت على الدولاء لقنينة البوتان منتع 12 كيلو المتوسط منتع خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022 بلغ 100 درهم لكل بوتان مقابل الاعتمادات اللي فتحنا في قانون المالية كانت توقع واحد دعم دعم 50 درهم معناه أن البوتان التمنى الحقيقي انتعه حسب توقعات قانون المالية كان غير يكون 90 حسب الواقع الذي نعيشه هو 140 يعني لو لا تدخل الدولار تم البوتان يوم دعم 12 كيلو كان خصو يكون 140 درهم تمان انتع القمح دونك اليوم في كل قنتار انتع القمح مستوراد الدولات تتخلص 250 درهم 250 درهم في الوقت اللي كنا هاد العملية انتع الاستيراد القمح كانت كتعطيه موارد جمركي الدولار بـ 800 مليون درهم ولكم انكم تشوفوا الفارق بين الدوروفين كانت فيها موارد متع 800 مليون درهم الى واقعين كل قنتار تدخل تنعب توفيه 250 درهم للقنتار سكر باش تبقى الأتمينة متع جميع انواع السكر في مستويتها الدولار ستخصص أكثر من مليار و 200 مليون درهم هذه السنة اذا الاعتمادات اللي تفتحت في قانون المالية واللي كانت هي 16 مليار نتع الدرهم تصرف منها 9.7 البطاء الى حدود شهر معي تصرفت منها 3.3 مليار للقمح المستوراد وتصرفت منها 400 مليون درهم للسكر المستوراد وبالتالي فهذه الاعتمادات التي فتحت في قانون المالية تم صرفها بكاملها وبالتالي وباستمرار تدخل الدولة في هذه المواد الأساسية فاحنا محتاجين لاعتمادات إضافية لتنتقل الميزانية أو الاعتمادات المخصصة للمقصة من 16 مليار الى اكتر من 32 مليار يعني هذه الضعفات جملة وتفصيلها موزعة على اكتر من 9.8 مليار على غاز البطان والقيمة الإجمالية للقمح المستوراد 6 مليار والسكر كما قلت مليار ومئتين إذن في أحسن الحالات الاعتمادات التي ستحتاجها الدولة لمواصلة دعمها لهذه المواد تفوق 16 مليار ووفقا للفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون تنظيم القانون المالية بطبيعة الحال لذان يجيزان للحكومة فتح اعتمادات إضافية خلال السنة بواسطة المرسوم لمواجهة حالات طارئة التي تكون عندها مصلحة وطنية الحكومة اليوم اعتمدت هذا المرسوم باش نفتحه 16 مليار إضافية ما تنسوش تقابونا وفلاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أيام 24 عيونكم التي لا تنام